معنا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكوتي جروب أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد لماذا حتى الآن يفشل القادة الأوروبيين في التواصل لخطة إنقاذ هي ضرورية جدا لدول الاتحاد الانقسام واضح داخل الاتحاد بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي على وجه التحديد وهو الانقسام ما بين الاقتصاد وما بين الإصلاح بالتالي نحن نتحدث عن دول مقتصدة تبتعد عن أن يكون هناك استثمار وبذخ ونوعا ما صرف غير مرشد لدعم المال الذي قد يقدمه هذا الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها هذه الدول هولندا والدول الشمالية بينما الدول الجنوبية التي تحتاج بشكل ماس لحزمة إنقاذ وأن لا يكون هناك شروط تقييد لكيفية استخدام واستهلاك هذه الحزمة طبعا لأنه هناك فجوة كبيرة من ناحية أنها أي دول كانت تحتاج إلى الإنقاذ قبل أزمة كورونا والآن أزمة كورونا زادت من الضغط السلبي عليها بشكل كبير هناك تراجع كبير في البنى التحتية هناك تراجع كبير في مقدرة الاستيعابية وبالتالي عملية الصرفية عملية ضرورية ولكن عملية رد الدين سوف تكون عملية طويلة وهذا ما يبتعد عنه الدول المقتصدة كما ذكرنا بالتالي هذين المعسكرين يجب أن يصلوا إلى اتفاق من ناحية المبالغ المطلوبة المبالغ التي يتم اقتراحها حتى الآن يعني وصلت إلى 155 مليار أنه لا يحتاجون إلى 750 مثل يعني الدينمار كانت قد لوحت بهذا الرقم بينما أيضا لدينا حديث عن أنه المطالبة بتخفيض الصندوق من 750 إلى 500 مليار حقيقة ميزانية الاتحاد الأوروبي كلها 1.4 تريليون يتم تخصيص 50% منها للصندوق يعتبر كبير وكبير جدا ولكنه ضروري بالآوينة الحالية وعلى ضوء ذلك اليورو يرتفع لأنه إذا ما كان فيه اتفاق يعني لا يوجد تيسير لا يوجد تحفيز للاقتصاد وبالتالي كعملة يورو ترتفع أمام الدولار طب إلى أي حتى أعتقد المركز الأوروبي يجد في ذلك تسويف وتأخير في كل مساعي أنت تعلم أنه خالف حتى التشريعات المنوط له بها يعني هو لديه مهام خاصة للمركز الأوروبي ومع ذلك خرج أكثر من هذا الإطار بعمليات التيسير كمي وأكثر من قرابة تريليون 350 مليار يورو هو يعني ضخها في الاقتصاد قام بشراء قروض الحكومات وغيرها من الأمور مجازفة كبيرة جدا إلى أي حتى تعتقد أنه فشل خطة الإنقاذ أيضا سيجعل من المركز الأوروبي الدعم الوحيد حتى الآن لدول الاتحاد يعني المركز الأوروبي أيام ماريو دراقي كان قد أطلق الـ TR-01 والـ TR-02 وهي عمليات شراء طويلة الأجل السندات مثقلة ميزانية المركز الأوروبي حقيقة بالديون ويوجد اتساع كبير في العجز ومع ذلك يقدم على مزيد من الخطوات التحفيزية حقيقة ما يجب تحقيقه هو الوحدة الحقيقية داخل هذا الاتحاد الأوروبي وأن يكون هناك اتفاق يعني لا بد من بعض التضحيات بالنسبة لبعض الدول الشمالية مثل الإسكندنافية على وجه التحديد هي التي تعارض وبشدة هذه الاتفاقات وهي التي تعرقل حقيقة في الوقت الحالي مقابل أن يكون هناك التزام أكبر أيضا من الطرف الآخر وهي الدول حقيقة المتعثرة بالديون إيطاليا إسبانيا متعثرة بالديون ويوجد صعوبة في سدادها في الفترة القادمة لكن المبالغ ضرورية في الآونة الحالية لدعم الاقتصاد وإلا سوف يقف المركز الأوروبي لبذا هو متضرر لأنه هو الذي سينقذ الشركات إذا ما تعرضت للإفلاس وإلا سوف يكون هناك انهيار الاقتصاد الأوروبي نعم بعد ستة أشهر من ارتفاع الذهب سيد رائد يعني ما الذي ينتظر الذهب مع كل عمليات التأخير والتطويف وإمكانية إنقاذ المنطقة الأوروبية التي يعول عليه العالم وليس فقط الإتحاد الأوروبي حقيقة الذهب العوامل الداعمة له لا تزال مستمر وموجودة بشكل كبير لا يزال لدينا تدفقات داخلة للصناديق المتداولة بالذهب بشكل كبير جدا للشهر السابع على التوالي ارتفاع في هذه الصناديق يعتبر ذلك إشارة ضمنية على أن الطلب على الذهب لا يزال مستمر سواء كان لتغطية الآثار التضخم التي قد تحدث نتيجة برامج التيسير النقدي والسياسات التيسيرية وفي نفس الوقت لدينا نقطة مهمة جدا اللي هي التحوط من الفترة القادمة وقد يكون هناك ضغط أكثر على الاقتصادات وعلى أسواق الأسهم على وجه التحديد وفي باترين جديدة أو تركيبة جديدة لاحظناها وهي عملية ارتفاع الذهب وارتفاع أسواق الأسهم في آل معا وذلك نظرا لضرورة وجود الذهب للتسهيل لتغطية أي انخفاضات حادة قد تحدث في أسواق الأسهم هذه العملية بدأنا نرى التركيبة هذه تعتمدها العديد من الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط والارتفاع المتزامن بين سوق الأسهم وسوق الذهب وطبعا ما رده تضخم الذي يرتفع بقوة نعم ونتوقع أيضا للسوق الأمريكي افتتاحية اليوم على خلفية نتائج الأعمال IPM أيضا من ضمن حزمة هذه النتائج أشكرك ضيفي سيد رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في Equity Group اشتركوا في القناة